السلام عليكم و اهلا وسهلا بكل زوار بناتي طبعا اللي عارفين اماني معرفة شخصية عارفين عني ان انا استحالة اخسط طبقة في الحود او انظف بوتجاز او انظف حمام او اعمل اي حاجة في البيت بدون ملبس الجوانتي بتاعي من ساعة كده حصل لي موقف و حبيت ان انا نبهكم انا كنت بانظف السيراميك الورى البوتجاز طبعا انتم عارفين بيبعاملة زي في الدهون الكام سيراميكا اللي هما ورا البوتجاز دولت انا كنت محضرة خلطة كده معينة عبرة عن مية وبتص وصابون دي صراحة انا بحضرها بتسعيفني في الدهون التقيلة لها دهون الورى البوتجاز دهون الفورن ودهون الورى البوتجاز المهم ان انا يعني طبعا اكيد طبعا بلبس الجوانتي انا بس بلبسه بشكل مستمر ايدي بتمشي علي تلقائي كده قبل ما اصاب من المعين او قبل ما انظف اي حاجة لازم نلبس الجوانتي بتاعي فانا انا جاب حضرت الخلطة دي ولبست الجوانتي بتاعي وللاسف يعني ما خدتش بالي خلص ان كان فيه ما بين الصباع دوت في الحتة دي كده بالضبط في الجوانتي كان فيه اطعز غنانة جدا انا ما خدتش بالي منها ولبسته وبالفعل بتاديت اشتغل طبعا انت وانت بتشتغلي اما بتكوني بتشتغلي او بتنظفي حاجة في البيت بيبقى جسمك سخن فصعب جدا ان انت تحسي باي تغيير فانا مش حاسة يعني انا والمية كمان كانت دافية فصعب جدا ان انت تحسي بيها يعني كل ما كنت بحط ايدي في الخلطة مع ضغطة ايدي طبعا والجوانتي مقطوع كانت المية بتسترب من الفتحة دي وتتحبس ما بين الجلد وما بين الجوانتي فازي ما انت شاف كنت معا ش انا بعتذر على المنظر بس انا حبيت نبهكم ضروري يعني لازم تاخدي بالك اااااااااا يعني انا كده كان كنت بعمل مصط بطاس على ايدي يعني طول ما انا بحط ايدي اعتقد ان انا لم مقتش لابسة لجوانتي كان يبقى الامر اهمل بكتير عن ما ان انا لابسة جوانتي ان مفيش هوى وفي نفس الوقت ضغطت الجوانتي مع البطاس اه خلت خلت الموضوع صيق جدا يعني فا اه يعني بجد انصحك ان انت لازم تاخدي بالك الاول ويعني بتمنى منكم بجد دعاء ان انتوا تدعولي بتشفى ان وجعني جدا وبتحكيني بشكل رهيب معاملها روش فيها الموضوع ده لستة من ساعة بس وانا باعتد لكم لو الموضوع استمرر انا مش هدر انزل فيديوهات في القناة يعني هي لسة بس من ساعة وابتدت تعمل زي ما انت شاف كده حتى كمان الكاميرا مش ببينها وحمر بشكل رهيب والجلد بتادي يكرمش وحاسة ان هيبتدي يعني فيه ورم خفيف كده فلو الموضوع استمرر معايا مش هدر انزل فيديوهات في القناة وايجي بالمنظر ده حتى يعني انت حتى لو انزلتلك فيديوهات اكل بايجي بالمنظر دوت انت استحال يعني هجيلك نفس الاكلة تاكليها فانا هادطر ان انا اجي شوية من القناة لحد ما عليكها خالص واتمنى بجد ان انتو تاخدوا بالكم ويعني بجد بتاكلني بشكل فضيع يعني اه طيب اشوفكم في فيديو جيد باسم الله سلام عليكم